فيه يمكن شخص إذا بتحب تطلع على الكاميرا مسقل بعبء الخطيئة عم يفكر خطيئة كبيرة صغيرة إذا ممكن تقود هذا الشخص يعني شو المفروض يعمل أقول لصديقي المشاهد فيه شخص ذكر عن نفسه أنه هو أول الخطأ وكلمة أول الخطأ لا تعني زمنيا لكن تعني كم خطأ وهو شاول الترصوصي لكنه قال هذه العبارة صادقة هي الكلمة ومستحق كل قبول أن المسيح يسوع جاء إلى العالم ليخلص الخطأ الذين أولهم أنا فصديقي إن كان أكثرهم خطأا شاول الترصوصي خلصه المسيح تعالى مهما كانت شرورك وخطيئك طب الآن وإحنا بنصلي إركع أمام صليب المسيح بالإيمان وقل له أنت سفكت دمك وأنا أشكرك وأعترف بخطيئي وأقبل علاجك سيقبلك أمين وأنا بحب أنك تصلي من كل قلب من كل قلبك لأنه مكتوب من يقبل إلي لا أخرجه خارجا كمان بتصير خليقة جديدة في المسيح وعلى فكرة مش بس بيعطيك الخلاص بيعطيك الضمان الأبدي قال يسوع الحق الحق أقول لكم كل من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة بل قد انتقل من الموت إلى الحياة لو أنت مخبط في عبئ في شرور الخطيئة في الإحساس بالزنب والشكاية جاء المسيح لكي يغفر ويعالج مرض الخطيئة عالجه بسفك دمه من ألفين سنة وهذا موجود من أجلك كل ما عليك أنك أنت تحط ثقتك وإيمانك بعمل المسيح الكامل على الصليب تتبرر أمام الله وأنا بصلي من كل قلبي أنك تطلب هذا اليوم وتكون إنسان جديد وخلقة جديدة الرب يباركك